لو سألتك عن الهدف الاول للتراجي في الزمالك هتقول لي خطأ من عوات بس الموضوع مش بالبساطة دي بص كده هتلاقي سبعة من الزمالك في الحالات الدفاعية وكمان شيكابالا بيقام النص الدائرة يعني مشهد امن تماما لكن المشهد ده هينتهي بتلاتة على تلاتة في مطاقة الخطورة طيب ازاي ده حصل اولا عمر جابر وقال فينا بيعمل ايه المكان الطبيعي لعمر جابر في اللحظة دي المفروض يكون جوه مطاقة الجزاء قدامش كبالا ثانيا في تمريرة لعبة قصرة خط من تلات لعيبة يعني خرجت تلاتة من السبع اللي قلنا عليهم من اللعبة تماما ثالثا عمر سيسي تسرق من احد لعيب التراجي بمنتهى السهولة علشان لما تلاعب العرضية يكون المشهد فعلا تلاتة على تلاتة في حالة ماكناش هنشوفها لو كان عمر جابر في مكانه ولو كان عمر سيسي ما تسرقش يعني الاتنين اللعيبة لجمهور الزمالك تشاهم او ما شافهم في التشكيل كانوا من اسباب الهدف ده وجي بعد كده خطأ عواد بروس كل الكلام ده وقبل ما اختم مش هنسى اقولك المشكلة في الزمالك اكبر بكتير جدا من الفنيات